مشاهدين كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي للممثل الأعلى لسياسة الخارجية وسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأيضا وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو طبعا جرى تطرق إلى الكثير من القضايا السيما من قبل وزير الخارجية التركي للقضايا العالقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وسنتوقف عند هذه النقاط التي شملت قضية شطري قبرص والموضوع الليبي والموضوع التوتر بين تركيا وفرنسا مع مراسلنا من أنقرة أحمد غنام طبعا كان في الجزء الأخير مما عرضناه يتحدث بوريل عن ضرورة أن يكون هناك اعتماد الدبلوماسية لحل القضايا العالقة سواء بين دول حوض البحر المتوسط أو بين دول الاتحاد الأوروبي وبين دول المرشح للانتمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن شووش أغلو كان أكثر تحديدا للقضايا لنبدأ بما تحدث عنه فكرة أن فرنسا عليها أن تعتذر عن الاتهام الخاطئ بأن تركيا استهدفت إحدى السفنها وربط ذلك بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي نجلاء لو عدنا قليلا بالزمن إلى غسطس عام 2019 العام الماضي هو كانت بداية الخلافات والتوترات في العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية دخول تركيا في معركة شرق الفرار في الشمال السورية ومن ثم تصاعد هذا التوتر حتى بدايات هذا العام وذلك على خلفية التنقيب عن الغاز وشرق المتوسط وكذلك الحضور التركي بشكل كبير في الملف الليبي وكذلك بدء الخلافات بين فرنسا وتركيا وذلك على خلاف الدعم الحاصل من قبل كل الدولتين للفريقين المتخاصمين في ليبيا وهما تركيا تدعم حكومة الوفاق الليبية المعترف فيها أمميا في حين أن تركيا تنتقد وقوف فرنسا وهي عضو حليف في الناتو مع الطرف الآخر الذي تعتبره تركيا وهو الانقلاب خليفة حفتر وتحدث اليوم حديث شاوش أغلو في المؤتمر الصحفي تحدث بشكل صريح تماما عن أن نقطة الضعف في العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هو الازدواجية في المعايير وعدم تطبيق العدالة في التعامل في الكثير من الملفات وحينما تحدث شاوش أغلو اليوم وقال بأنه يجب التعامل في الكثير من الملفات الموضوعية بعيدا عن الدوافع السياسية وهنا أيضا إشارة إلى المشكلة الحاصلة بين فرنسا وتركيا على خلفية الادعاءات الفرنسية التي قالت بأن هناك كان تحرش من قبل الفرقاطة التركية بالفرقاطة الفرنسية قبل السواحل الليبية وعليه علقت فرنسا مشاركتها في التدريبات المشتركة مع حلف الناتو الأخيرة في البحر المتوسط والمعروف باسم حراس البحر فبالتالي هذا القبول حلف الناتو للتدريبات المشتركة واستمرارها رغم ابتعاد فرنسا عن المشاركة ربما كان هناك إشارة أو رسائل إلى أنقرة بأنها تتعامل بشكل إيجابي مع الموقف التركي وأن هناك ربما اشتراك في وجهات النظر بين حلف الناتو وبين تركيا حول الملف الليبي اليوم هذه الزيارة سأتي ربما لرأب الصدع وحل المشكلات الحاصلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ومن أهمها الملف الليبي والاختلاف حوله وكذلك الخلاف حول ملف المهاجرين واللاجئين خاصة كما تعلمين نجلاء قبل عدة أشهر قبل أن تبدأ موجة تفشي فيروس كورونا كان هناك أزمة لحصول اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود اليونانية وحصلت أزمة حينها بعدم فتح اليونان لحدودها أمام هؤلاء المهاجرين لدخول الأراضي الأوروبي وبتالي هذه الاتفاقية التي هي موقعة بين بروكسل وأنقرة عام 2016 لديها هناك الكثير من التبعيات تقول أنقرة بأن الاتحاد الأوروبي لم يفي بوعوده بشكل كامل في هذه النقاط في حين أن تركيا تقول بأنها تحاول التقدم باتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل صادق لكن الطرف الآخر لم يكن صادقا في التعامل مع الاتحاد مع تركيا في ملف انضمامها للاتحاد الأوروبي وبتالي هناك الكثير من الملفات العالقة والخلافات حول هذه الملفات والتوتراتية ولكن كما قال جزيب بوريل لكن يمكننا أن نتحدث الآن عن موضوع قبرص وكذلك الملف اللي بهم أهم نقاط الخلاف الآن تحديدا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كل هذا سيكون محور لقاءات مقبلة على مقال جزيب بوريل بأن اللقاء ستتكثف في الفترة المقبلة شكرا جزيلا لك مراسلنا من أنقرة أحمد غن